بيبدأ الفيلم بشاب اسمه لوكاس بيشتغل كاشير في سوبر ماركت وبيبين كده انه كئيب وما بيحبش يتعامل مع الناس وبعد ما بيخلص شغله بيرجع للبيت فبتيجي كلوي حبيبته القديمة وبتتكلم معاها وبتطلب منه انه يساعدها وينضمه لمسابقة عبارة عن الغاز اسمها جنون العظمة لان اللي هيكسب في اللعبة ديت هياخب مليون دولار فبيرفض لوكاس بحجة انها انانية عشان انفصلت عنه بدون اي سبب ودلوقتي جاية تطلب منه مساعدة عشان مصلحتها وبس فبتحول كلوي تكنعه انه ينضم للعبة ديت لانه ازاكي جدا وبيقدر يحل اي لغز بسهولة مهما كان صعب فبيقتنع لوكاس وبيفتحوا موقع لعبة الالغاز عشان يعرفوا المكان اللي هتتم فيه وساعتها بيلقوا الموقع عبارة عن لغز اللازم يحلوه عشان يوصلوا المكان المسابقة فبيحل لوكاس اللغز بكل سهولة وبيعرف المكان وبعدها بيركب العربية مع كلوي وبيروحوا على هناك واول ما بيوصلوا بيشوفوا صاحبتهم ناومي وقفة من بعيد لكنهم بيتجهلوها وبيكملوا طريقهم لمقر لعبة الالغاز وبيلوقوا الدمم اصنصير طالع وجواه لعبة على شكل روبوت وبتكون عبارة عن لعبة مصارعة لازم يكسبوها عشان يوصلوا المقر المسابقة فبتلعب كلوي وبتقدر تكسب في اللعبة وبعدها بيظهر لهم على شاشة الروبوت مهرك بيعرفهم مقر لعبة الالغاز فبيتحركوا على هناك وبيلوقوا ان المكان عبارة عن مستشفى مهجورة وبتاخدهم لمكان لعبة الالغاز فبيستغرب لوكس جدا لما بيلاي ان المكان مليان كاميرات مراقبة وبعدها بيدخلوا الغرفة لاستقبال وبيتعرفوا على باقي المشتركين في اللعبة واللي بيكون اسمهم راي وماكسين وجاب فبيتفاجوا ان صاحبتهم ناومي مشتركة في اللعبة يا كمان وساعتها بيكلمهم مدير اللعبة من خلال المايك وبيقولهم على قواعد اللعبة فالمفروض انهم يتقسموا الفريقين وكل فريق هيدخل في قوضة مختلفة وهتتقفل عليه ولازم يحل اللغز اللي في القوضة عشان الباب يتفتح ويخرجه وساعتها اللي هيكسب هيعدي اول مرحلة وهينتقل للمرحلة اللي بعدها وفي النهاية الفريق اللي هيحل كل الغاز اللعبة وهيخرج من مستشفى هيكسب مليون دولار لكنه بيعرفهم ان ممنوع الانسحاب عن اللعبة نهائي مهما كان السبب وبعد ما بيخلص كلامه بيدخل اتنين لابسين زي ممرضات ومعهم كلبشات كتير وبيعرفهم انه ما يخضروهم عشان يبدأوا اللعبة وبعد شوية بيفوقوا وبيكون كل واحد فيهم محبوس في قوضة لوحده ومتكلبش في سرير فبيكلموا مدير اللعبة في المايك وبيعرفهم ان اول تحدي لهم انهم يدوروا على مفتاح الكلبشات ويفكوا نفسهم وبعدها كل واحد هيدور على شريكه في اللعبة فبيحرك لوكاس الكلبشات من خلال المصورة اللي مربوط فيها وبيفضل يدور على المفتاح لحد ما بيلاقيه وبيقدر يفك نفسه وبعدها بيروح لقوضة كلوي وبيفكها وبياخد ورقة مكتوب فيها انهم يروحوا الغرفة رقم 7 وبالفعل بيروحوا على هناك بسرعة واول ما بيدخله بيتقفل عليهم باب الغرفة لوحده وبيلقوا شاشات قدامهم مكتوب عليها ان كلوي لازم تنام على السرير وتربط نفسها بالكلبشات وفعلا بتعمل كده وبتتفاجئ ان في جهاز فيه مسامير كبيرة فوقيها فبيتسلم لوكاس وبيحاول يقرب منها بس بيتفاجئ ان المسامير بتقرب عليها وعلى وشك انها تموتها فبتقول له كلوي ما تقربش مني واول ما بيقف مكانه بيلاقي ان المسامير وقفت بالفعل وفجأة بيظهر على الشاشة عد تنازلي وبيفهم انه لازم يحل اللغز اللي في القوضة ويفتح باب الغرفة في خلال ديقتين وإلا بقى المسامير هتقع على كلوي وتموتها وبيلاقي قدامه لغز عبارة عن بازل على شكل بجعة فبيبدأ يحله وبيلاقي ان كلما يركب قطعة غلط من البازل المسامير بتقرب على كلوي فبيحاول لوكاس يركز لحد ما فعلا بيحل اللغز وبيلاقي ارقام فتح باب الغرفة وأول ما بيفتحه بيلاقي فيه درجة فتح لوحده وفيه ورقة مكتوب عليها انهم يروحوا للغرفة رقم 11 وبيرفض وقتها انه يكمل اللعبة دي بس كلوي بتصمم يكمله وبعدها بتخرج من الغرفة فبيضطر يخرج وراها وبيقابله نومي وجاب اللي بيكونوا في فريق مع بعض وساعتها بيطلعوا يجرو عشان يلحاوا يدخلوا غرفة رقم 11 قبلهم وفعلا بيدخلوا قبلهم وبيقفلوا الباب على نفسهم فبيسمع لوكاس صوت موسيقى جاية من الغرفة لجنبهم فبيروح هناك هو وكلوي وبيلاقوا ان الباب تقفل عليهم وفيه واحد قاب بيعزف بيانو فبيفهموا كده ان فيه لغز في الغرفة دي وبالصدفة بيشوفوا دلاب وبيدوروا على مفتاح الغرفة جواها لكنهم للأسف مش بيلاقوا اي حاجة وفاجأ بيلاقوا الغرفة بتولع والراجل اللي بيعزف على البيانو اختفى فبيشك لوكاس كده ان حل اللغز دوت من خلال البيانو فبيروح يعزف نفس الموسيقى اللي الراجل ده كان بيعزفها وساعتها بيتفتح درج في البيانو جوا المفتاح بتاع باب الغرفة وبيلاقوا رسالة مكتوب فيها مهمتهم الجديدة فبياخدوها بسرعة وبيخرجوا من الغرفة في اخر لحظة فبيروحوا للقوضة الجديدة اللي فيها اللغز واول ما بيدخلوا بيتقفل الباب لوحده وبيلاقوا ان القوضة عبارة عن عيادة وفيه حد ميت متغط بملاية بيضة فبيشيلوا الملاية وبيطلع انها مجرد لعبة بس بتشوف كلوي صندوق في زميلتها ماكسين وهي ميتة وبتلاحظ ان فيه مفك في رقابتها فبيتصدموا وبيفهموا لو ما كسبوش في اللعبة اكيد هيموتوا وفجأة بيلاقوا شخص مجهول بيحاول يفتح الباب وبيطلع ان الشخص ده هو اللي خلص على ماكسين وطبعا جاي يخلص عليهم اما كمان فبيحاول يسندوا الباب بترابيزة عشان ما يدخلش وبيحلوا اللغز وبيخرجوا من القوضة بسرعة وبيدخل لوكس لقوضة وبيتقفل عليه الباب وبتفضل كلوي بره لوحدها فبيحاول يفتح الباب عشان يخرج وفجأة بيجي واحد من وراه بيخضره ولما بيفوق بيلاقي نفسه متوصل بجهاز كهرباء وبيكلموا مدير اللعبة وبيقولوا ان المرحلة ديت اصعب من كل المراحل وبيبدأ يشرح له ان هيقول 22 كلمة ومطلوب منه ان يعرف ترتيبهم كويس لان هيسأله عن ترتيب كل كلمة وفي حالة لو جاوب غلط هيتكهرب على طول والطريقة الوحيدة لي عشان يكسب انه يجاوب صاحل خمس مرات ولما بتبدأ اللعبة بيجاوب لوكس غلط على معظم الاسئلة وبيتكهرب فبيقولوا مديري اللعبة انه للأسف خسر وبيبعط له واحدة لابسة زي ممرضة عشان تخلص عليه ولكن لوكس بيقدر يفك نفسه وبيكهرب البنت ديت وساعتها بيتفتاح لدرج جوا ورقة مكتوب فيها رقم القوضة اللي هيروحها وفي نفس الوقت بيكون زميلهم راي مستخبه من الشخص المجهول اللي بيخلص على المشتركين في اللعبة فبيحس راي بالبرد وبيشغل البتجاز اللي قدامه عشان يتدفه وفجأة بيجي الشخص المجهول من وراه وبيخلص عليه وقتها بتكونكلوية مستخبه في قودة مكتب مديري المستشفى اللي بيتم فيها اللعبة فبيروح لوكس يتكلم معاها وبتعتذر له عشان خلته ينضم للعبة وبتقوله لما كنتش عرف ان اللعبة دي حياة ومود وبالصدفة بيشوفوا على المكتب ملف جواه صورة صاحبتهم نومي وبيتفاجوا انها كانت مريضة نفسيا وبتتعالج في المستشفى دي ومكتوب في الملف ان ممنوع على نومي تمسك اي اقلام او مفكات لانها مريضة خطيرة وممكن تخلص على اي حد فبيفتكروا انهم شافوا ماكس وميتها وفيه مفك في رابتها وبيستنتجوا انه نومي هي اللي عملت كده وهي برضو الشخص المجهول اللي بيخلص عن مشتركين في اللعبة وقبل ما يخرجوا من القوضة بيلاوا راي متعلق على الحيطة وميت وفيه مفك في رابته وبكده ما بيكونش فاضل غير اربع مشتركين بس في اللعبة فبيخرجوا من القوضة بسرعة وبيقابلوا جاب في طريقهم وبيبدأوا يسألوا عن نومي فبيقولهم انها كانت معاوة وبيحل اول مرحلة في اللعبة وبعدها لقاها اختفت فبيقولوا لوكس ان فيه شخص مجهول بيخلص على كل المشتركين في اللعبة وبعدها بيسيبهم وبيمشي فبيكمل لوكس طريقه هو وكلوي لحد ما بيلاقوا نومي اهدف قوضة لوحدها فبيقرب منها لوكس وبيحاول يهديها وبيسألها لو هي اللي خلصت على زمايلهم في اللعبة لكنها بتقولوا انا ما عملتش حاجة وبتصلع من جابها مفك وبتقولوا ان فيه حد حطه لها من غير ما تحس فبتضغط كلوي عليها وبتقول لها انت شخصة مجنونة واكيد انت اللي خلصت على زمايلنا في اللعبة فبتتعصب نومي وبتقول لهم انا ما عملتش كده وبتطعن نفسها بالمفكة وبتمود فبيتصدموا وبيكملوا طريقهم وساعتها بيقف لوكس شوية عشان يستريح من المنظر اللي شافه ولما بيكمل طريقه بيلاقي ان كلوي اختفت فبيدور عليها في كل مكان وبرضه مش بيلاقيها وفي نفس الوقت بيوصل جاب لقوضة عبارة عن عيادة اسنان وفجأة بيجي الشخص المجهول وبيخدره ولما بيفوق بيلاقي نفسه مربوط على كرسي وبيجي الشخص المجهول من وراه وبيحط مفكة على رقابته وبيأمره انه يخلع سنانه بنفسه وإلا عيخلص عليه فبيضطر جاب انه ينفس كلامه وبعد شوية بيوصل لوكس لقوضة عبارة عن كنيسة وبيفضل يدور علي كلوي لحد ما بيلاقيها وقع على الارض وعليها اثار دم فبتقوله انها لقيت جاب ميت والشخص المجهول كان بيجر وراها وحاول يخلص عليها وبكده بيكونوا تأكدوا ان نومي مش هي الشخص المجهول اللي بيطاردهم فبتعرفوا كلوي ان مفيش حد فاضل في اللعبة غيرهم وده معناه انهم لو حلوا اخر لغزة في اللعبة وخرجوا من المستشفى هيكسبوا مليون دولار فبيلاقي لوكس ورق التاروت في ايد جاب وبيكون فيه سور شبه اللوحات اللي متعلقة في الارض وبيلوحس كده ان فيه سورة متكررة في ورق التاروت وزاعتها بتروح كلوي للوحة اللي شبه السورة دي واول ما بتلمسها بيتفتح باب الخروج من المستشفى فبيروحوا يطلعوا على السلم عشان يخرجوا ولكن كلوي بتدرب لوكس برجليها وبتوقعوا وبعد شوية بيخرج لوكس وراها وبيلاقيها واقع على الارض وبتعتذر له عشان غضر بيه وبعدها بتموت فبيفهم لوكس ان الشخص المجهول هو اللي عمل كده فبيتعصب وبيفضل ينادي عليه لحد ما بيلاقيه قدامه وبيكون لابس قناع فبياجم عليه وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما بيقدر لوكس يوقعه على الارض وبيشيل القناع من على وشه فبيتفاجئ ان الشخص ده شبهه بالزبط ولكن المفاجأة ان لوكس كل ده بيتخيل وانه هو نفسه يبقى الشخص المجهول اللي خلص على كل المشتركين اللي في اللعبة وبيطلع ان مريض نفسي وعنده انفصان في الشخصية وهو اللي اخترع لعبة جنون العظمة لانه زاكي جدا في حل الالغاز وعمل كل ده عشان ينتخي من كلوي لما انفصلت عنه زمان لانه عارف انها بنت طمعة وبتحب الفلوس وبعد شوية بتوصل الشرطة وبتيجي محققة حقق معها فبيقول لها لوكس ان في شخص لابس قناع هو اللي عمل كده وبيفضل يمثل عليها لحد ما بتصدقه وبتخليه يرجع لبيته واول ما بيوصل بيرتاح على السرير وبيكرر انه يكمل لعبة جنون العظمة وبيخلص الفيلم لو عجبك الفيلم بقى اعملي لايك للفيديو واشترك في القناة وعلى فكرة انا عملت قناة تانية وسميتها overdose افلام وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو خش بقى خد لك جولة فيها وما تنساش الاشتراك مع السلامة